بجد من ناحية تانية تانية بدل ما اقف متمصمر هنا كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بنشكر دكتور سامح طبعا على الدعوة الكريمة هو مش موجود لان فيه سبلت للمحاضرات وبشكر دكتور عبير ودكتور نرمين على التمهيد الجميل اللي حصل شكرا والله ده سعيدت بكده يعني وحيخلين عندنا فرصة ان احنا ندخل تذكور بالزبط يعني بالعكس والترتيب الصحيح اللي حصل ده وده كويس جدا وشكرا جزيلا وماشاء الله وماشاء الله نرمين من الأجال الصعيدة زي ما بتقول دكتور عبير ماشاء الله النهاردة ان شاء الله طبعا معلش سامحوني هي المحاضرة ممكن تبقى فيها سلايدز هسكيب بس ما قدرتش عمل يعني لاننا ما كناش عارفين بالزبط فانا سيبت السلايدز بحيث ان انا هنسكيب احنا نتكلم مليا النهاردة على الانتربيتشن of the download of the AGB ambulatory glucose profile في حالات الفريستايل طبعا كل الموضوع بيبدأ زي ما احنا عارفين من جايدلاينز الجايدلاينز لما عطت الجرين لايت زي ما بيقولوا للسوق الجيم او الابروفل of the continuous glucose monitoring ده كان بداية ال confidence وبداية ال increase awareness فطبعا احنا عارفين ان المونيتورينج هو الكور بتاع ال diabetes control وعشان نقدر نعمل proper monitoring محتاجين نعمل self monitoring للblood من 6 ل 10 مرات عشان نقدر نعمل good control وطبعا الكلام ده في events كتير يعني 16 مرات ده قابل الاكل بعد الاكل عند القيادة عند الشعور بالهايبو جليسيميا عند شعور الهايبر جليسيميا فطبعا دايما يعني almost لو احنا فعلا بنعمل monitoring هنحتاج نعمل monitoring all the time زايد the limitation of the hemoglobin وانسيل اللي اختبت دكتور عبيل ودكتور هرمين قالوها انه fluctuations اللي بتحصل ups and downs في الاخر hemoglobin وانسيل بالديني average فداه منظر سبعة وده برضو سبعة فطبعا الفلكتويشن لقوها direct correlation مع ال complications فبالتالي كان الحل ان احنا عندنا new metric اللي هو continuous glucose monitoring will overcome the limitation of the self-monitoring and the limitation of the hemoglobin وانسيل جات الفكرة منين ان البلوتس نفسها ممكن تبقى in range زي ما احنا شايفين النقط الصفرة دي في ال range انما what happened in between انا مش شايفه فلما يجيلي اللوك بوك بالارقام الجميلة دي اتوقع هموغلوب الانسيل ممتاز وعدين يجيلي هموغلوب الانسيل عالي لو في ارتفاعات كتير بين البلوتس او يجي هموغلوب الانسيل جود بس انا مش شايف الفلكتويشن ويجي نزول بقل قوة العادة من فلكتويشن continuous glucose monitoring ده بيبقى انسرتة سب كوتينيوز بيمنط بي 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 بيتكت السب كوتينيوز تشو فليود جولوكوز ودي مهمة جدا مش بلد سب كوتينيوز تشو فليود كولوكوز فعشان كده الليك تايم البسيط اللي بيحصل بين البلد والانترستيشال فليود جولوكوز هو ده اللي بيخلي فيه فرق في وقت الارتفاعات والانخفاضات فريستايل لبري ثابت على مبدأه من يوم ما بدأ فاكتوري كاليبريتد واربعتاشر يوم الناس التانية بدأت تتطور انها توصل لسبع تيام ثم عشر تيام كانوا الاول محتاجين كاليبريشن زي ما حنقول دلوقتي مش بيحتاجوا كاليبريشن والداتا بتروح يا امتا انستنت نسميه الريال تايم ان هو مجرد السنسور موجود بيديك حاجة على الموبايل او على الريدر يا امتا محتاج سكان وده الفريستايل وان وفريستايل تو انما في فريستايل ثري ما عندناش في مصر ده مش محتاج سكان ده الريال دات دي حالة انا شلت الكيرف بتاعها حالة حقيقية اهو ادي الارقام الجميلة اللي انتو شايفينها 147 144 185 انا يعني شلت بالفوتو شوب شلت الكيرف لما حطولكو الكيرف دلوقتي طبعا الارقام ممتازة هو هو ده شبه بالزبط السيلف موريتنج اي الثمانية وتمانين ومية واربعين ومية وتمانية ادي الكيرفز اللي انا شايلها من الكيس انا مش شايلها من يعني انا حزفت ده شايفين اللي بيحصل in between الجود نمبرز دي فبالتالي تفوق بهموغرب رنصية عالي او تفوق بكمليكيشنز بتندعي طبعا توسنس ايرلي توبريفنت زا كتاستروف الكتاستروف هنا اللونج ترم كمليكيشنز والاكيوت كمليكيشنز من الهايبوغليسيميا زو الكلام ده فبالتالي الكونتينيوس جوليكوز مويترينج is protective against زي ما قولنا بقى حنسكيب بقى الحاجات المحتاج كاليبريشن خلاص دلوقتي كل اللي في السوق مش محتاج كاليبريشن لغاية خلاص الجارديان فور والديكس كوم من اول سيكس و سيفن والفريستايل من يومه هو مش محتاج كاليبريشن بنقول عليه فاكتوري كاليبريشن وده مور بيتر متش بيتر في حاجة اسمها مارد اللي على اساسه بنختار السنسور اللي هو حلو ولا مش حلو بنسميه المين absolute relative difference المارد بمنطقة البساطة اقل من 10% يعني الاكريسي فقوه 90% بس وده البنش مارك اللي مطلوب ما فيه سنسور في السوق دلوقتي اقل من اكتر من 10% فاي سنسور يعتبر المارد بتاعه ممتاز ومن 2015 الاف دي اي قالت الفريستايل لبري خد منه الرقم من غير ما تعمل دابل تشيك كان الاول خالص قالك تعمل دابل تشيك في الهايبو جليسيميا انها في الهايبو جليسيميا go ahead recently من سنتين ثلاثة ولا الهايبو جليسيميا عمل دابل تشيك go ahead and take the action السنسور زي عموما بلايندد بسميها retrospective دي كان ده كان في الايبرو والحاجات بتاعت مترونيك انك حطه professional بس وما فيش real time data ولما يجيلك في العيادة بعد اسبوع تاخد ال data يعني مثلا ال intermittent scan وهو freestyle يا real time الحاجات التانية لغاية freestyle 3 يا inserted implants زي ما قال الدكتور عبير على ever since طيب ايبا ده لتلاتة موديل تسمى مجلب من النسيب limitation self-mortening وCGM المشكلة كانت في ايه ان انت بعيت لي كده اسباكدتي chart وقاعد شوية خيوط ومش فاهم منهم حاجة وفعلا دي يعني كان يعني الواحد لازم يدقق ويطلع بمتعود يقرأ عشان يطلع فعلا معلومات فالambulatory glucose profile ده قالك ايه النظرة عايزة تاخد كل المعلومة بنظر من غير الدوشة الكتير دي فرح عاملين aggregation of information وعملولها presentation by smooth curve as if ان الاسبوعين دول بقى one day فبيقولك الone day ده احتاج مننا خمسة lines line median فوقيه خمسين في المية وتحته خمسين في المية و two lines 25 بينهم خمسين في المية فوقيه خمسة وعشرين وتحته خمسة وعشرين وعملوا another two lines 10 ثم 5 ان بينهم تمانين في المية او تسعين في المية وفوقهم خمسة وتحتهم خمسة في المية فانت لو بصيت على الراسمة دي هتطلع لك الراسمة دي الراسمة دي بتقول ده الميديان خمسين في المية اوز اعلى وخمسين في المية اوز 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 او تاركت ده الهدف يبقى بنظرة انت عارف انت جوه الهدف اقول لا طيب الهدف الستاب اللي اقل الانتر كورتايل الزرقة دي اللي هي السماوي دي دي يجي في الرينج وتبقى كومبريست وانس انها مش كومبريست وانس انها برا الرينج يبقى انت بنظرة في مشكلة خلاص النظرة دي بتقول المشكلة دي فين شوف التايم بتاع المشكلة لو هي مشكلة لوكاليز ولو مشكلة جنرلايز شوف بقى كل الدنيا من اول الاخير 14 يوم لقوها the best correlation مع 30 مع 90 days يبقى 30 طبعا احسن لو عندك 30 خد 30 انا لما لاي 30 باخد 30 انما لو عندك 14 ممتازين خدها 14 يوم واشتغل عليهم ادي المنتهى البساطة هتفيجى على الحتة دي تشوف ايه الميل اللي بادية هنا اللي بتعمل بيك وبعدين تنزل تاني وتحلها نفس الفكرة من هايبو جليسيمي خلاص ده هذه الليب السيليكشن بتاع الفريستايل حتى في وجود السنسورز الاخرين بانتهى الامانة مرض خلاص هو اقل من 10% و14 يوم اطول مدة والكوست يعني يمكن one third تقريبا فتبدأ بي عشان ما تعقدش الامور طب واحد تاني عايز اي سنسور تاني as a health care provider you should be ready انك تتعامل مع اي سنسور يعني انا ready ريكمونديشن برضو محدش يعني الفكرة كانت في ايه انا مسلا حدفع دبل او اكتر شوية لو انت قلت البيشن ده ماتش بتر خلاص حايت فان شاء الله يستلف ما انت قلت انه احسن كتير انما لو قلت ان المرض كذا وا 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 طب بيش انت عنده personal experience خلاص هو حر عجبه ما ما عجبوش المهم اللي start ما توقعش فيها bias تمام بالذات الavailability والprice طبعا الفريستايل لينك ده اللي هو بيؤدي للليب ريفيو ان انا اخد الحاجة منع الكلاود اونلاين او ان البيرنس باللينك اوب ان انا لغاية عشرين واحد الباشنت عطيهم permission يتابعوه ده بيدي اه مادم اي مدينة للفولو اوب والمسميها ايه الانجاجمنت او زا فاميلي في كل الين اف سي قالتها دكتور النرمين ده مسميه نير فيلد كوميناكيشن ده على فكرة تفعيله ما تخلوش قون على طول عشان ده بطايق الكريدت ممكن تتسحب بي انما هو يعني لما يقرب ما هو ده هو معمول عشان الكريدت أصلا هو معمول انما بس بقيل اكيد ليه طريقة ما تسحبش بالسورة سواء معمولة عشان كريت الكاردز اصلا ان هو لو حد مخزن حكته على الموبايل انما هو نير فيلد كوميونيكيشن انت بتقرب من السنسور فبقيت فالموبايل ما فوش ان افسي مش هيبقى اهم حاجة واهم نقطة وبقولها الناس بتوعقبت يوم ما يشتري السنسور لازم تقوله بارت من السنسور انه يدخل الداتا ولو ما دخلش الداتا المعلومات منقوصة مش تقوله خده وبعدين وفي الاخر بقى يبقى الدكتور الغيلس اللي هو دكتور احمد بكل شوية يقولك انت مش بدخل ليه لا يبقى ده من الاول ففي تدخيل للداتا هندخلين ندخل نقدر ندخل الميل تايم الكارب الرب اكتنج انسولين دوز اللونج اكتنج انسولين دوز فيه اكسرسايز ولا نفيش اكسرسايز ولو فيه سيك ديم ولا لا طيب الداتا بتدخل منين اهو ادي على الريدر فيه القلم الرصاص اللي فوق ده تدوس عليه هيطلع لك تشيكليست تدوس عليها التك في حد ذاته بيقول انك خد حاجة انما مج مجرد ما تعمل تيك هيجيلك بعد كده علامة البلاس فتقدر تحط داتا بالزبط يعني انت لو عملت تيك خلاص فيه شورت اكتنج انسولين تاخده او لونج او اكل لو دست البلاس تقدر تحط في الاكل الجرامز تقدر تحط في الانسولين الدوز ونفس الموضوع طبعا وجود الليب ريفيو خلى ان نقدر نعمل اونلاين كلينيك واحنا فعلا ايام الكوفيد كنا شغلين اونلاين لكل البلاد فورمز البومز والسنسورز لانه كل ريموت ريتش على الكلاود فتقدر في التليفون تتابع البيشنت الداتا انتري برضو على على الليبري على الموبايل نفسه برضو بعد ما تعمل سكان تحت في بلاس اد نوت هيطلع لك برضو الكارب الشورت اكتنج لونج اكتنج واوا وكمان بيزيد بقى عن الريدر فري كومنس انت تغدد النهارده رزه ملوخية عتكتب رزه ملوخية زي ما حتشوفه الامهات كانت باقيه بعد كده كل الكل النيو ديفايس سكانت تلك الناس باقيهات على الكلاود فتقدر رموتل لكاورة فتقدر نشوفه طيب انا دلاجي هندخل من اول لوگاين بسرعة عملنا لوگاين ودخلنا قولنا الباشنط يأد ذمسلف to our practice زي ما دكتور عبير ودكتور ريمين قالوا ليهم practice ساموتوا باديو تقريبا نوكا سكر كلينيك لا قلتوا حاجة فيها اختصارات جدا اه طب الاكاونت سكر كلينك حيكتب كده سكر كلينك في اللي بري فيو طب ممتاز حلو ممتاز السكر ده طيب نبنى اي اسم تاني احنا بقى خلاص حيدخل حيكتب كونكت تو سكر كلينك فخلاص حيددوله الاي دي مسمينها سكر كلينك حييجي يقولك دي عيادة الدكتور عبير ودكتور مين والتيم حيروح داخل يبقى هو كده جالي يعني مثلا انت تبعد انفتيشن للبيشن بس الاسهل ان البيشن هو اللي يدخلك عن طريق ان هو حاجة كونكت تو ايب فتروح داخل وكاتب الاي دي بتاعتك وهنا حتلاقي البيشن لو انتو نسينه وانتو بتعمله ريجيستريشن لو حد اختارلك البيشن بتلاقيه موجود في اللوجين بتاعك دلوقتي فيه ستاب انك لازم يجيلك كود عشان بعد ما تدخل حيتروح داخل دي بقى نقطة مهمة للناس اللي لسه بتستخدم الريدر قد ما تستخدم الموبايل انه هو بيجيب الريدر في ايديه فانت بتشوفه بسلك كده اللي هو الميكرو اس بي بتعمله داونلود لا هو يعمله داونلود في بيتهم على الاكاونت بتاعه يعني هو يدخل بيوزر نيم والباسورد ويدخل في البيت ويكليك على علامة الريدر هيطلع له ابلود يبقى كده ما اعمل ابلود ريدر لما ابلود الريدر حصل مرج بين معلومات الريدر ومعلومات الموبايل اللي اتنين بيطلعوا فان ريبورت ان دا اي كان اكسس ريموتلي انما لو ما عملش كده الريدر في بيتهم وانا في بيتنا يبقى مش هقدر لازم بالسلك فاللي بيجي العيادة لازم بالسلك ان ليس انو عامل هو داونلود الحاجة التانية ادي البيشنت اللي بيطلعوا لك شايل الاسماء بيطلع لك انت بقى بتختار الكولمز اللي فوق دي انت اللي بتختار عايز يظهر لك ايه في الصفحة الاولانية دا اللي انا مختاره average scans per day لان number of scans لما يبقى very few بتبقى المعلومات الفاليديشن بتاعها بيقل percentage in target below target وabove target والtime sensor use زي ما قالت دكتورنا نرمين محتاجين 70% وطالع وننكرج يبقى فوق 85% كمان فلو لقيت sensor use sensor time مثلا 17% دا مش validated الداتا دي 25% الداتا دي مش validated لانه هو حيرسم لك وحيديك time in range وabove وبالو الكلام دا بمجرد ان شاء الله ساعتين sensor فخلي بالكو من الفاليديشن دا والcoefficient of variance والجي ام اي دول اللي انا بيطلعوا لي في الكولمز اللي انا عايز اتفرج عليها في كولمز كتير بس الانفورميشن بتاعتها مش بقوة اللي احنا مختارينه screen your patient at your list وانت قاعد في بيتكو لو ليك مزاج كده يعني وعملنا كده وانت قاعد في البيت هتروح فاتح اللي بيشنس بتوعك بقى لك فترة ما شفتهمش مثلا وتلاقي واحد منهم عنده 12% تارجت تروح رفع سماعة التليفون ومكلمه دا نتمنى يعني محدش يعني بنا نقول الصح واحنا لسه بعيد عنه ولكن نتمنى ان احنا نوصل لكده او تلاقي واحد الابوف رينج 80% تقوله ايه اللي انت عامله دا تعالي دا انت كامش محتاج تستنى معاه دا تديله exceptional appointment early لو هو appointment late او الكلام دا انا نتمنى ان احنا نوصل لكلام تمام فيكان screen your patient وهو عد في بيتهم ومش عارف بس طبعا تبقى الـ data طازة يعني today today's او كده انما مسلا لو لقيت data قديمة جدا يعني دا مسلا في شهر 8 والlast available data في شهر 2 حيبقى الكلام دا على الـ last available data مش غير فدي كلها دي زي ما احنا بنقول بعد كده هتدخل هتروح اعمل generation للـ report وممكن يجيلك هنا هو ما عملش upload يعني دخلت مبارح على الـ list عشان بحضر المحاضرة كده فلقيت اخر حاجة upload august فرحت بعيتله بعيتله ممكن تكليك هنا reminder to upload your device فبيرقوا وصلوا الـ reminder دا على الـ ab على الـ email email ولا الـ ab يا عمر على الـ 2 فخلاص بيجيلوا كده ان دكتور احمد دخل وبعيتلك reminder ان انت بقالك شهر ونص ما عملتش update للـ data بتاعتك فبيوصلوا اول صفحة الـ data طبعا الـ data source بتيجي اللي هو يا الـ reader يا الموبايل اول صفحة اللي بيطلع فيها matrix of cgm ودي دكتورة نرمي ودكتورة عبير تكلموا عنها الـ objective بتاعنا احنا بنتكلم على 14 برامتر محتاجين نحنا نبص عليه ادي data source ادي الترتيب اللي انت عايزه ودي الـ time in range اللي احنا بنقول عليه الـ recommendation في in-pediatrics and more than 70% in range less than 5% below range منهم اقل من 1% اقل من 55 الـ 1% وقته قد ايه؟ ربع ساعة ربع ساعة بالزبط كده الله يفتح عليك الـ 1% ربع ساعة لان انت بتقول patient والله يزيلنا حسن السبعين في المية خليهم 75% اقول لك يعني يا ذاكر كويس يعني ولا عمل ايه اللي برسنت احاعمل ايه؟ اقول له طب عندك ساعة كده لو زبطتها في اليوم عارف انك بتعك فيها لو زبطتها هتزيد 5% خلاص طب وايه طب استفدت ايه من 5% انا بحط انسنتف خمسة جنيه على الواحد في المية من الاهل يعني مش انا اللي بدفع ولا حاجة والاهل بيتبسطوا على فكرة يقول لك انا موافق وساعت اقول له ايه ما انت حجيلي اقل وتعمل تحاليل اقل فهتوفرهم يعني فانت ايه؟ ادوهم له فيبقى هو عنده انسنتف انه ايه؟ يعني انا النهاردة جبت 5% زيادة انا كل مثلا كلينك لو انا جبت وقت انا طبعا الخمسة جنيه دي بردية يعني انما لو لان فيه حاجات بتطلع بردية انما يعني على الشهر دي انسنتف مختلف ادي الميتريكس اللي احنا بنبصة عليها لازم التايم سنسور متشاف قد ايه؟ نسبة كويسة الكويفيشنط الفاريانس اللي هو بريفليكت الجلجوز فاريابيليتي وعرفناها انها اقل من 36% التايم الرينج والابوف رينج ليه 2 فايزيس فايز من 180 إلى 250 وابوف 250 ده اصفر وده اورنج والاحمر الخفيف من 70 إلى 55 اقل من 55 يبقى الدارك ريد وبتحط طبعا الجي ام اي اللي هي الجلوكوز مانيجمنت انديكيتور وهم استبدلوا الاستيميت دي المجلوب الانسين المجلوب الانسين دي حاجة فسيولوجيك محسوسة فلازم يتكلم بترم فيه تكنولوجي مش استيميشن ودي الميتريكس اللي عملها باتالينو 2019 with his team ايه مهما تغير الخمسين مثلا السبعين إلى 180 دي مهما تغيرها في التاركت مش هتظهر لك في الميتريكس التايم الرينج هيفضل من سبعين إلى 180 انما هيظهر لك في الديلي من خمسين إلى 140 تمام وحيظهر لك في السناب شوت من خمسين إلى 140 والبرسنتج دي بقت مختلفة عن الصفحة الاولينية لان دي بتجيلك على التاركت اللي انت حطه من خمسين إلى 140 حيجيلك مين أبافه وبالوه بتاع في السناب شوت انما في الاجي بي ده انترناشنال أبروفل خلاص امتى نعمل ده لو واحد ما بيخدش انسولين يعني هاليمون موقف انسولين او حد انت حطه على سي جي ام عشان تشوف داتا انه بتقول شوف هايبو جليسيميا او هايبر جليسيميا واتيفر فتروح حاططها من خمسين إلى 140 لان انت عايز المعلومات اللي هي بتاعت النورمال انما الفارس تبيج لن تتغير السناب شوت هيتغير اه دي هوا الحالة دي 85% و14 و1 أبافه لما عملناه هنا بقى كام؟ 62% وعندي حاجة و30% فوق ال140 فدي يعني لو واحد بري ديابيتس ولا حاجة حيبان انه بري ديابيتس هنا حيبانه زيل فول ما فوش اي حاجة او في شوية فوق ال180 دي الجلوكوز باترن الجديدة وبيديك بعض الريكمنديشنز لو فيه هايز او لو ودي من نيو فيتشرز في اللي بري فيو ده المنثلي قالته دكتورة نرمين طبعا المنثلي هنا بيديك النمبر ودي نمبر مهم جدا عشان نقدر نفاليديت الداتا في الفريستايل 3 ودي برا عمر خالص لانه ما عندهوش هنا في مصر الفريستايل 3 هيكتب لك نمبر اوف سكانز او فيوز شايفين سكان سلاش فيوز دي لانه هو الفريستايل 3 ريال تايم فمفوش سكان فدي نمبر اوف فيوز اللي هو مجرد ما بيبص بس يفتح البتاعة تتتعلم انه شاء طبعا هتلاقوا بقى 130 و140 لانها بصة مش سكاني ده الديلي لوج والديلي لوج هنستخدم فيه كيرفز عشان نقدر نقيمه الديلي لوج زي ما انتو شايفين اللي مدخل المعلومات هيبان رمز التفاحة ده في الاكل وتحت بقى مكتوب الرز والملوخية والكلام اللي احنا قلناه يكتب اللي يكتبه اكل ايه سكيب دي ايه لعب كل الكلام ده يقدر يكتبه في النوت طيب عشان بس بس بسرعة الكيرفز عشان ندخل على كل سيناريو الكيرفز دي ادي النورمال كيرف بين السبعين والمئة والثمانين مفيش ايه اكسكورشنز أبوف او بلوه وماشي انتاركت ده ايه في البولوس يعني بعد الاكل طيب امتى يكون ده مش طبيعي ده الممتاز طيب ده ارتفع واستمر في الارتفاع او اكل اكتر من المعتاد طيب ما ارتفعش ونزل خلال الاربع ساعات بولوس عالية ودخل بهايبو جليسيميا طيب ارتفع بس وزين اربع ساعات رجع تاني ده كان محتاج بري بولوس يعني محتاج الانسولين يبقى بدري شوية عشان ما يحصلش البيكتي الكلام ده هنطبقه في الحالات تمام ادي الاربع والبيزل نفس الفكرة بيزل ممتاز بيزل عالي بيعمل هايبو جليسيميا بيزل واطي بيعمل هايبر جليسيميا بيعمل هايبر جليسيميا ممكن تبقى دون او حاجات بقى ليه علاقة بالميل طيب بتاعت العشق بقى ملاش نكالك خلينا في السيمبل اللي هو اللو والهاي والنورمال اروز والدكتور عشرين عبدالغفار النهاردة ايه سوع الفل دكتور عشرين قالت ايه لو ارو يبليك كده اكسبكت خمسين كمان وحطوهم وعملوهم في الحزب الحزب العادية كان اي حد حسابها ستة هايطلو لا سبع عشان الارو فده طريقة الارو ان هو بيقولك زود عشرين في المية على الجرعة زود عشرة في المية على الجرعة ادي نفس الجرعة العادية قالل عشر في المية من الجرعة قالل عشرين في المية من الجرعة حالو كلام منتقال بسيئة ده ايه الانتر اكشن مع الاروز ده زي ما قلناه بيطلع فيه number of scans ففيه ستادي جميلة جداً، لا سوري، number of scans اهو. فيه ستادي جميلة جداً قاله average number الحلو، طبعاً دي الفيوز اللي أنا كنت بقولك عليها بتاعة 3، يبقى view مش scans شايفين 130، فطبعاً ما حدش عامل scan 130. ففيه ستادي جميلة جداً قالك طبعاً أنا كل 5 زي ممكن أعمل scan. إيه عايز مني كام؟ قالك 16 دي الـ studies correlated مع time range homoglomeronc والليس هايبو جلاسيمي والليس هايبو جلاسيمي. فالستاشر scan زي هتلاقي قبل الوجبات وبعدها والbit time والدون وكما. الـ ups and down دكتور عبير قالتها بوضوح أنه دايماً بنقول زي الكابينة هي البلد والمقطورة السنسور. فالكابينة دي لو أنت طالع من اللو، البلد سمع لسه في 80 والسنسور لسه في 65. ولو نازل من هاي الكابينة هي البلد، البلد سمع 200 والسنسور لسه في 250. فتقدر ايه؟ تاخد بالك منها. طيب، عايزين بقى ايه؟ اه، الـ minimum data عشان يطلع الـ GMI خمسة ايام سنسور. فالـ GMI لو أقل من خمسة ايام مش هتطلع الـ data. الـ GMI ده اللي هو glucose management indicator. ندخل على scenarios ونفتكر إن إحنا نستخدم curves دي والـ curve ده. وإن إحنا نحط smart objectives للناس، للولاد إن هم يستخدموها. يعني ما تجيش تقول له يعني عايز داو 2%، لا أقول له عايز نص ساعة زيادة. in target، نص ساعة زيادة من الـ hyperglycemia. شوف إنت إيه كان بياخد snack uncovered بإنسى يحط لهو حط bump أو مش عارب. يبقى إنت هتوصل لـ deal معي. والنص ساعة دي مدفوعة الـ agree. يعني قلنا الـ 1% بـ 10 جنيه بـ 5 جنيه. هنشوف هو إيه الـ incentive بتاعه اللي يبسوطه قد ديه. هنبدأ بالولاد ده. 4 سنين، 16 كيلو. MDI ترسيبة 5 unit. Novo rapid 222. ما فيش ICR ولا carb counting لسه. مدفوعة الـ in one week started to drop. فإحنا ده بعد الـ drop. ومع ذلك عندي 0% hyperglycemia. عندي 61 وعندي 39%. يبقى أنا المدخل بتاعي النوع إيه؟ hyperglycemia. يعني عندي مشكلة في الـ hyperglycemia. Variability بسيط. 37 يعني ماشي الحال. والـ GMI 7-4-10 matching مع الـ hyperglycemia. طب إيه؟ وإنت داخل ما تدخلش تبص من كده وخلاص. وتسيب الأم تقول اللي تقوله. إنت داخل طب نشوف الأم بتعمل إيه؟ هو مثلا 2 مايو دي كان بياخد حوالي هو 16 كيلو. بياخد 6 و 15. تمام؟ بعد كده الأم قالت لي فيها hyperglycemia كتير. بدأت تقلل لوصلت إنها بتاخد أربعة واثنين ونص ستة ونص. بدأت تسكيب أصلا بولوس بتاع ميلز وتنزل في الترسيبة بالتأدريك. وزي ما أنتو شايفين بقى هي رغم الـ hyperglycemia دي. طبعا هنا مفيش حاجة سماعة لدرجة نهاية جماعة ربع ساعة. عشان كده ما عندوش 1% hyperglycemia. كل دي إيه؟ دي ثواني حاجة بسيطة بس إيه؟ تقريت. إنما لو قريتوا اللي تحت هتلاقوا كمية عصير تفاح عصير تفاح عصير تفاح عصير تفاح عصير تفاح. معناها إيه؟ إنها الأم مهددة all through. فإنت لو قريت الأول صفحة هتقول ده hyperglycemia كو عايزين نتصرف. إنما لو قريت التفاصيل هتلاقي إن الـ hyperglycemia دي إن أبروبريت أكشنز من الـ hyperglycemia وانتسيبيتنج hyperglycemia وتوفركم. فلازم الإمبريشن يتكملوا بقراءة الـ daily look. وطبعا النوتس. فلقيت الأم بتنزل الجرعة وتحط عصير تفاح. وآخرها إنها إيه؟ يعني مفيش هايبوغليcemia بس فيه rebounds. فطبعا لازم تقلل لها الجرعات. ده طبعا هانيمون. وصلنا إن هو بياخد 3 units من غير أي رابد. واليوم اللي وراه 2 units من غير أي رابد. والدنيا بس بعد بقى كام يوم بدأ إيه؟ يرجع تاني إن هو يحتاج ندخله الإنسولين. طب هل إحنا هنا دخلنا إنسولين؟ ما دخلناش. إيه اللي حصل؟ بيكت وقبل أربع ساعات رجع. طب مين اللي هو بيكت منين؟ من إن الجرعة كان مفروض تعطى بريبولوس؟ مش إحنا قلنا لو بيكت فوق 180 وقبل أربع ساعات يرجع للطبيعي. يبقى التايمينج بتاع الإنسولين ما كانش مظبوط؟ يبقى الحل هنا إيه؟ ها؟ فيين الدوز أصلا؟ مفيش دوز. فهيها مفيش دوز. ترتيب. هو أنا سايبه البنكرياسي الطبيعي. فبنكرياسي التعبان لطش منه فوق 180. بس إيه؟ حل الموضوع بعد أربعة ساعات. إذ هانيمون. هل دي أرجع لها بولوس؟ ممكن تدخل في هايبو جليسيمي. إذا ده كومبروميز. يعني بس الحل إيه؟ إن أنا أقولها حاولي تقليلي البورشن من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع. يعني عشان البنكرياسي يستحملك في إيه؟ ما يطلعش البيكس. إنما ما قدرش أدخل هنا. لأنه وذين ثلاثة أورز رجع للنورمل. وكان حينزل حتى عن النورمل. فناخد بالنا إن فقادي الكيرف المناسب. ولكن ده البنكرياسي الناتشرال اللي بيعمله فسيبهله. مع الوقت بقى لهو إلينا بيخرج من الهانيمون أهو. أو بيحتاج بعض الموضوع إن هو ياخد رجعنا تاني. يبقى إحنا ده الزيرو بيرسنتي دي جاية منين؟ من كليفر ماذر. إن هي وبتنتراجت مع مين؟ مع الأرز. مجرد الموضوع حيبدأ ينزل فتروح الماذر إيه؟ ده متدخلة عطول بعصير. وبكميات خلاص هي حفظتها. فبعد كده خلاص بولس مايت بي إنتروديوست. لأننا كده بدأ يبقى بيك عالي. أو إنتروديوست في سليكتد ميلز. يعني مش لازم نوت فور أول ميلز. إنما الهاي جليسيميك انديكس ميل ممكن أديها سليكتد بولس في التوقيت ده. فالتيلرنج بتاع الهانيمون ده محتاج يعني إيه؟ فاين تيونينج وأم فهمة بتعمل إيه؟ وإم تدخل ده؟ وأول حاجة بطلبها منهم وبيدوخوهم إنه يشتري ألم النص. لأن ساعات إن إحنا فعلاً ما بنقدرش نمانيج من غير إقلام. أنا أتكلم طبعاً على الام دي آي البان بقصة تانية. والمانيج من بتاعها أسهل كتير. فطبعاً شايفين كم المعلومات اللي مكتوبة تحت إن الأم في الفري كومنت تقدر تكتب ليه عيزائي. أنا أتكلم الكلام. طبعاً من غير أفضارها يعني وحكاوي. إنما يعني إيه؟ للي تديني الإنفورميشن. البنوتة التانية ده 9 years. recent increase in dose from 16 to 22. الأم وبعدين وصلت بسرعة ل32. فالأم هنا ممكن يبقى نيت. يعني هي البنت دي كانت تسعة سنين وحاجة واربعين كيلو أو خمسين كيلو. فطبعاً ممكن تبقى هي كانت بتاخد low dose وإن إحنا محتاجين نزيد. تمام؟ فممكن يبقى عالي. وهي شايفة إنه still high وقعدة كل يوم بتزود. بس هي حافظة إنها هتزود في البيزل. ما بتعرفش تزود غير إيه في البيزل. لأنها الباقي مش فاهمة هتزود فيه إزاي. فلما دخلنا لقينا 63% و37% ومفيش هايبو جليسيميا خالص. تمام؟ ودي الجلوكوز باتر نبتاحها. ومفيش variability كتير. يعني 29% variability حلوة جداً. يبقى ده عايز adjustment بسيط. مفيش عك كتير. يعني فيش variability. وتقتها 60% ممكن تجيب حاجة وتدخل فيه النوربل. الأم دي يعني بعاتتلي إنها على طول عالي وزودنا كتير ومتوترة جداً. وكل يوم تبعاتلي فسالة قبل ما أعرفها. يعني هي مش في مصر وطلبت online clinic. فبتحضرني بقى إنه يلا بينا وعايزين نلحق والكلام. فأنا لما عطيتني data دخلت لقيت الدنيا مش بايزة قوي يعني. هنشوف إيه. فهي عطية لل32 unit. وبتدي corrections كويسة. ودايماً بتقول لي إنها بص بقى كانت بقية. الحمد لله ما حصلش هبوط بس فضلت كل ساعتين قدي سناك عسل ورفة. يعني هي مش عاجبها اللي ارتفعت بس خايفة من الهبوط. يعني دايماً شايفة السهم التحت فدايماً تدي عسل تدي عسل يحصل ارتفاعات تروح مزودة البيزة. يعني هي مهددة بالهبوط ومن الأكشن بتاعها فتروح مزودة البيزة. فانا بس كاتب لها إيه لو لازم تدي سناك كتير وإلا يهبط يبقى محتاجين نقلل الجورة هي متوترة أصلاً. كانت بقى إيه هنا أنا زودت القاعدة 32 وحدة لمدة أسبوع وكان في ارتفاعات شديدة جداً هي مايندت بالارتفاعات. خلاص فبسألها هي مهددة دايماً بالهبوط. يبقى لازم إن إحنا إيه عندها البيزة البوليس ريشيو معكوسة. 32 بيزة اللي بتاخد عشرين بوليس. وده معناها إن هي مش حافظة غير إنها تصلح في الإيه في البيزة. وإن إنكريز البيزة رغم إنها مهددة بالهبوط. يعني بتدي إنكريز فيعلى فتروحة يا كوريكشن فيهبط. فده اللي كل شوية بيخلي إيه يعلى منها. والديسيجن واس تدكريز البيزة. القلل التهديد الدنيا هتبقى ستابيلايز. فإحنا بعد كده قللنا البيزة الـ 32 لـ 30. ودي الـ 29 ودي الـ 28 بدأت الدنيا إيه تهدأ. يعني most of the highs كانت إيه بتبقى rebounds. وصلنا للـ 28. المست الريسنت لما دخلت من بارح وما بصيت عليها لغاية 27 سبتمبر. لقيتها 70-30 بس ما كانش فيه برضو variability عالية. ومعظم الحاجات يعني إحنا لو بصينا على الكيرف ده هنقول إيه؟ تمام؟ سبايك وبيرجع بسرعة قلنا عليه إيه؟ بري بولس. يعني محتاجة إنها تدي البولس بدري شوية. ده الـ weekly pattern حلوة قوي في إنه بألوان ملون وجميل. الـ daily هتلاقيه matching مع الـ weekly. يعني إدي 25 سبتمبر وإدي الشاشة مقربة 25 سبتمبر. 25 و25 هتلاقيه matching مع بعض. بس من هنا في لحظة على طول تبص فين الأصفر أو تبص الأحمر فين. فتقدر بعينيك في الـ weekly تبص بصة وتروح للـ daily بقى تاخد إيه؟ الكيرف مفروض كده وتقدر تاخد details أكدر. طيب دي بنوتة كبيرة شوية يعني مور ذان أدوليسنت. وبتاخد تو جي ونوفو رابد. compliance plus or minus. وعندها infrequent data entry. طلبنا الأول data entry. فلاقينا أول بصة هنلاقي ياريتني محطة الـ highlight ده. وسبت بس يعني عشان مش hands-on وinteractive عشان نكسب وقت. لقينا هنا ايه؟ 44% point six. حتى لو أنا واخد هنا 56% ولا 60 ولا 70 ستيلا عندي مشكلة. زي من الرمين قالت. طيب إذا كنت أدخل الآن 38-39 أنا عندي مشكلة. أعيز أروح أبص عليها ونأدرس. هنا 44% يبقى المدخل بتاعنا. طيب أهي 44% و56 بس وخلاص وكله high. 7% low. يبقى ده المشكلة الإيه؟ اول حاجة ندخل نبص عليها. فين اللوز. تمام؟ وآدي pattern من ثلاثة أيام يأدرس بمتهى الوضوح. ده بالثلاثة أيام وهم. ثلاثة أربعة خمسة مارس. تمام؟ شايفين؟ نورمل. هاي. لو. ثلاثة أيام واربعة دكاءة لقيتهم في وشي كده عشان تاخد لها screen shot. تقول يعني ايه؟ مشكلة الـ variability. آدي. هتاخد قرار ايه؟ سيب الجرعة. علي الجرعة. واط الجرعة. هتاخد قرار. يبقى دي اسمها variability. الـ 44% هم أبوت أصلاً كتبين لك تفكر في ايه؟ بس في واحدة مش كتبينها. قال لك إيه؟ إيراتيك دايت. incorrect or missed medication. variation in the activity level. illness. واحدة كمان شلتها وواحدة مش كتبينها. ايه هم اللي مش كتبينها؟ ليبوهايبيرتفي. اللايبوهايبيرتفي تعملك الـ variations العنيفة دي. وفعلاً أول حاجة رحنا بصين عليها الليبوهايبيرتفي. لقينا فعلاً الليبوهايبيرتفي. كيب اوهي. ممكن تحط كريمات وتبعد عنها. زجاجة رحنا بصيب المسكة انعمال بصين العنيفة دي. ما هو الليبوهايبيرتفي. ما هو لا؟ لا أنا هولك من دلوقتي . ما لانا ليبوهايبيرتفي. يعني ده ترسيبها متعاطي في لمب نص نص ده في لمب محترمة ده متعاطة مظبوط والجرة عالية عمله هايبوكلاسيمي تفهمي يا عصد ايه؟ خلاص ما انتي إيراتيك بقيت ما عندكيش باتر فهلاج للبغت ان التلاتة ولا بعض بحيث ان فعلا يكنوت بصيد فهو هي بتاخد مسلا 26 لو خدتهم صح هتخبط ولو خدتهم في لمب نص نص هتخبط ولو خدتهم في لمب شفطة فاللي حصل بعد ما احنا ويادرست خلي بالك انا هنا بقيت 36.4 من 44 طبعا قللت الجرعة وما كانش التقليل مناسب فحصل انه نزلت من حاجة وخمسين لستة وارفعين لاني قللت زيادة عن لزوم ولكن ما بقاش فيه هايبوكلاسيمي سهل بقى ان نشتغل على الحتة الصفرة دي بقيت الدنيا ايه؟ اوضح يعني ده اهم حاجة وبعد كده لما جابت 67 حصل شوية variability برضو مش حلوة كلمنا تاني المست ريسنت دخلناها مبارح اهو 25 سبتمبر 37.3 مفيش هايبوكلاسيميا 63% ستيل عايزة كلام بس انا دخلت ما كلمتهاش لاني عندي خلاص على الاكاونت فهي ايه؟ عايزة كلام بس الكلام بقى هنا مفهوش ايراتيك بقى فيه انا حعرف حعمل ايه؟ هي بقى راح منها اليوم ده وهكذا طيب انا كده يعني فاضل ديتين ماكسموم فخلينا نسكيب بعض الحالات دي حالة بمنتهى احد قول بسرعة دي هانيمونين بتاخد ديكلوتيك بس ورغم انها بتاخد تلاتة ديكلوتيك كان بتسخل في هايبوكلاسيميا لما خلناها واحدة ديكلوتيك ومن غير اي بولوس الدنيا زبطت خلينا نسكيب دي برضو ده ايه؟ شايفين ايه؟ هاي بيزل على طول ادي الرسمة بتاعته تمام؟ والريباونز دي ايه؟ من ال... يبقى دي حلاها ان انا اقلل البيزل وعندي هنا الكولم بساعة فكده ارتفع فول مئة وتمانين وبعد ساعتين ونص نزل للطبيعي يبقى ايه؟ بيرتفع فوق المئة وتمانين وينزل قبل اربع ساعات طالما نزل قبل اربع ساعات للطبيعي يبقى الريشيو والدوز مزبوطين ومال ليه لطاش فوق المئة وتمانين لان الانسولين اتأخر عبا المجاه يبقى محتاج يعمل بريبولوس اتليست في الهاي جليسيميك انديكس فوت تمام؟ ودي الكيرف بتاعه فاحنا خلاص احنا ثبتنا دلوقتي الكام كيرف دول هما اللي هنبص عليهم عالديلي لوج خلاص؟ بعد ما نعمل نعمل للنمبر سكانس والبرسنتش والبرسنتش والفاريابيليتي تمام؟ طبعا دي كانت امركاية بامب من غير سانسور يعني سانسور فريستايل مع بامب فاول حاجة تريكميند سانسور اوكميند بامب ولو مش عايزة يبقى عايزين تغييرات في البيزل طيب دي ممكن نقولها بالتفصيل ونقفل على كده بانوتا دي برضو ام دي اي بيزل بولس على جلارجين ناين وان تو تين اي سي ار وان تو ناينتي اي سي اف وطارجت مية وعشرين انا عندي هنا مشكلة في هايبر جليسيميا تمام؟ فشفنا في الديلي هنبص هنلاقي الاتي اي دي الفطار شايفينه ايه؟ وانا حطتلكوا الرسمة على طول الفطار ده ايه؟ مرتفع ومستمر في الارتفاع يبقى الاي سي ار بتاعت الفطار عايزة تتحسن من وان تو تين لون تو ايت الغدا ورجع بصورة مجرد بريب بولس والعشا بيرتفع حاجة بسيطة وبعدين ينزل قبل الاربع ساعات لتحت يبقى ده ايه؟ التلاتة في واحد يعني التلات قرارات موجودين في نفس الحالة نيجل البيزل مش مزعلنا في حاجة فلات سيبنا الجلارجين زي ما هو ادي ادي الديسيجن ميكينج في وان بيتش انت بتدخل على ديلي لوج تقدر تاخد قرار طيب في الفريستايل قلنا خلاص الفيوز ادي السامري كيبن كونتكت انسكرين your patient even without appointment يا رب انا مش بعمل كده على طول عشان نتطفق يعني احنا بنقول الصحة قوي ونحاول نعمل انكارش لبري فيو versus standard reader ما نستسهلش ان الناس بيستخدم الريدر انكارش انجيجمنت in the download and interpretation والفاملي interacting مع الاروز انهم يزودوا الجرعات ويقاللوا الجرعات انكارش the default education ان ال full data should be entered عشان تقدر تاخد قرارات مرج ال data وانكارش them to download the reader in the app from their side proper interpretation of the curves will help the decision والهموغرب انوانسيه خلاص يعني فيه limitations فعلا اللي يقدر يأفورد السنسور محدش يناقشه يعني اقصد ماينفعش ال health care provider يبهو المشكلة انه ما بيعرفش يستخدم السنسور والناس معاها فلوس بس يقول له لا بلاش الحسنان انا عندي limitation فـcgm طبعا هو اللي يدوك الفرصة للريموتات هو اللي بيينتجريت مع البم بعشان يعمل اه 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 integrated insulin delivery ست smart goals يعني قلو زي ما قولك يعني كنان عايزين نحاسم بس الخمسين في المية الخمسة وخمسين في المية تقولوش عايزة مية في المية بكرا الخمسة في المية يعني smart goals عشان يبدأ يتحرك معاك ولو جاب أكتر من اللي انت الهولو يبقى هو مبسوط أكتر وينكرج مش تحط له عشرين تعجزه لما يجيب خمستاشر تبصله كذا حط خمسة وخليه جيب هو العشرة هيلسكير بروفايدرز نيث تريد مور ريبورتز and get familiar with data provided to decide better for their patient شكرا جزيلا أنا كنت مزود شوية حاجات شكرا جزيلا